اشتركوا في القناة تنتقل عن صور الأقماص طناعية ملتقطة خلال ساعة صباح اليوم ولتوضح انتشار كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في عموم المنطقة الجنوبية والغربية هي ناتجة عن تأثيرات الكتلة الهوائية الرطبة القادمة من منطقة بحر العرب والتي توقع أن تسبب هذه الكتلة الهوائية الرطبة في بعض التشكلات الرعدية الركامية خلال ساعات الظهيرة والعصر والمساء على المرتفعات الجنوبية الغربية وبالتالي هناك فرصة لهطول زخات رعدية من المطر في منطقة جزان وعصير والباح وربما تنتد حتى جنوب منطقة مكة منطقة الآن توزيع حبات الرياح المتوقعة من الاثنين وحتى الاربعاء يلاحظ نشاط في سرعة الرياح البوارح على المنطقة الشرقية وإذا المنطقة الوسطى خاصة مع الخط الرابط بين حفر الباطن والعاصمة الرياض تحديدا يوم الثلاثاء هذه الرياح ستكون مترافق مع هبات قوية قتلة من سرعتها السبعين كم في الساعة هذه الرياح ستماع النشو موجة طبارية على الخط الرابط بين حفر الباطن ووصولا إلى العاصمة الرياض يوم الثلاثاء وبالتالي الفرصة عالية لتدني الرؤية الأفقية وينبه طقس العرب مستخدمي الطرقات خاصة الصحراوية والخارجية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر ننتقل الآن إلى خلال توزيع الأمطار من الاثنين وحتى الأربعاء نلاحظ استمرار لفرص غطور زخات الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية بشكل يومي خلال أيام القادمة تكون أكثر غزرة على المرتفعات الجبلية خاصة مرتفعات جازان وعصير ننتقل الآن إلى توقعات هذه الليلة للعاصمة الرياض حيث تتفرق بعض الغيوم مع 33 درجة مئوية أما بالنسبة لثلاث أيام القادمة بإذن الله يوم الثلاثاء أكرب ومثارة وتقسم مغبر في العاصمة الرياض مع ريح نشطة أيضا 44 درجة مئوية الصغرى 31 الأربعاء انخفاض قليل على درجة الحرارة 43 إلى 31 أما الخميس المزيد من انخفاض 42 إلى 32 في الأخير لا بس أن ننوه إلى المشير إلى بعض النصائح في مثل هذه الظروف الجوية خاصة الأجواء الحرة هي عدم تعرض طويل ومباشر لأشياء الشمس أيضا الإكثر من شرب السوائل والمرطبات الباردة أثناء النهار وعدم ترك عبوات التعقيم داخل المركبات إلى هنا تنتعي نشرتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة